نجحت وساطة قبلية قادها عدد من شيوخ القبائل اليوم السبت في إنهاء قضية قتل بين قبائل حبيش وقبائل الجحافي في محافظة إب والتي أدت إلى مقتل أحمد الجحافي على يد محمد الحبيش في مدينة عدن قبل 24 عاما وفي الصلح الذي أشرف عليه قائد اللواء 23 ميكا العميد الركن عبدالله المعزبي بمديرية العبر بمحافظة حضربوت وفي موقف مهيب أعلن أولياء المقتول أحمد فارع الجحافي الذي قتل في مدينة عدن أعلن العفو العام عن القاتل لوجه الله تعالى وتشريفا للحاضرين وجرت مراسيم قراءة الحكم والتوقيع عليه من قبل شيوخ القبائل الحاضرين حضر الصلحة عدد من شيوخ محافظات شبوة وإب وحضر موت وأشاد جميعهم بمواقف أولياء الدم في تجسيد العفو والصلح من أجل التلاحم والوحدة اليوم في هذا الموقف الإنساني التاريخي الذي هو قضية المقتول أحمد فارع والقاتل محمد منصور الحبيشي وقد تم التحكيم وتم إنهاء القضية في هذا اليوم المبارك بإذن الله صلى الله عليه وسلم والعفو واعتقوه لوجه الله من أولاد المرحوم أحمد فارع الجحافي اشتركوا في القناة